اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين انتفض موقع التدوين تويتر في سلطنة عومان بموجة غضب عارمة عقب مقتل ابتسام المقرشية الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري طعن بالسكين على يد احد الاشخاص وبحسب ما ورد من شهادات حول مقتل ابتسام المقرشية فان الجاني انتظرها حتى انتهت امتحانها وخرجت من الجامعة ليقوم بعدها بملاحقتها بسيارته ثم قام بالاستضام بسياراتها من الخلف حتى توقفت ووفقا لشهادات الشهود وما اظهرته الصور فقد قام الجاني بتحتيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تقل المجني عليها ابتسام قبل ان ينهال عليها بالطعنات التي ادت لوفاتها وتداولت انباء ان سبب ارتكاب الجاني لجريمته ورفض اهلها زواجه منها لانه يقبرها بعشر سنوات ومن جانبها شقيقة المجني عليها ما تم تداوله من اشاعات حول ان الجاني كان قد تقدم لخطبة المجني عليها ابتسام المقرشية وتم رفضه واستغربت شقيقة المجني عليها تداول مثل هذه الاشاعات المغرضة مطالبة الجميع بالكفة عن ترديدها لكونها ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر اهلها وذويها على فراقها ادعو لها بالرحمة والمغفرة ونطالب باغزة حقها من الجاني اشتركوا في القناة